والله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقب في المستقين ولا أدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحياه لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وزي وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين يقول الله عز وجل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالموت واعظا كفى بالموت واعظا كفى بالموت واعظا ها نحن أيها الأحباب نظور هذا المكان مجددا وهذا المكان إن لم نزوره أحياء سنزوره ميتين وهذا المكان إن لم نأتي كي نعزي أو كي نحضر الجنازة سنأتي يعني محملين فوق الأتات إن لم ندخل هذا المكان كي ندعو للميت بالرحمة والغفران سندخله حتى يدعو لنا الناس بعدنا فلذلك الموت أيها الأحباب حقيقة كل حي يدب على هذه الأرض ولكل بداية نهاية ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب فلذلك الموت أيها الأحباب حقيقة لا بد لنا أن نعلمها وإذا أراد الإنسان أن يتذكر الآخرة وأن يتذكر الله عز وجل فعاله أن يذكر الموت لأن الموت سمي بهادم اللدات ومفرق الجماعات وقاطعي الأسر والجماعات الموت أيها الأحباب الذي جاء لهذا الأخي قد يتخطاه ويأتينا ولا نعلم متى يأتي هذا الموت فلذلك العاقل والكيس من حاسب نفسه قبل أن يحاسب الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت الإنسان العاقل الكيس الذي يعلم حقيقة حياته يعمل لهذا اليوم ويحاسب نفسه لهذا اليوم ولا يدع صغيرة ولا كبيرة تمر عليه إلا وحاسب نفسه عليها فلذلك أيها الأحباب نتذكر الله عز وجل بهذا الموقف ونتذكر الآخرة بهذا الموقف ولذلك لما سئل أحد الزاهدين والصالحين قيل له ما أبلغ العظات واش هي الحاجة التي تذكرنا وتوعظنا بالله عز وجل قال أبلغ العظات أم نظر إلى محل الأموات الذي يريد أن يتعظ ويعود إلى الله ويتوب إلى الله فليحظر الجنائي ولينظر إلى مكان هؤلاء الموت أين هم لا نسمع أحدا منهم ولا نعلم حقيقة الواحد فيهم أين يعيش وأين هو إلا الله عز وجل الذي يعلم حقيقتهم فلذلك أبلغ المواعد الموت ومن لم تعيضه الموت والقرآن فلا وعظ له لو تناطحت الجبال بين يديه ما اتعظ فالجبال يجبوها يهدوها بين يديه ما يوليش الرب سبحانه وتعالى من لم يعظه الموت والقرآن فلا وعظ له فلذلك أيها الأحباب نحضر جنازة هذا الأخ الكريم وبالبارحة فقط بارحة فقط تكلم معي قال لي الشيخ يعني احتاجك أنا باقي نشوفك احتاجك في أمر من الأمور أنا كنت مسافر إلى سيلبسان فلما أتيت قلت ليا أخي عبد الكريم أنا نجي عندك أنا نجي عندك للبيت فقال لي الشيخ غدا بإذن الله نلتقي قال لي على اليوم نلتقي بإذن الله فسبق قضاء الله سبق قضاء الله وذهب هذا الأخ إلى ربه وما نشهد له إلا بالخير والله منذ مدة منذ شهور وهو يعاني المرض وهو يكلمني ما وجدت أحدا صابرا محتسبا لله تبارك وتعالى مثل هذا الأخ حينما أتكلم معه ويعني أريد أن أخفف عنه ويقول له هادي صبر ورننا ندعو لك ربي سبحانه وتعالى والله عز وجل هو الشافي هو الذي هو الشافي فما وجدت صابرا محتسبا مثل هذا الأخ دائما يقول لي هذا ابتناء من الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحباب قال أشد بلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل ومن زيد في بلاء يعني من زيد له في البلاء وصبر واحتسب يعني كان له رفعة في إيمانه زيد في رفعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك أيها الأحباب نشهد شهادة حق لهذا الأخ الكريم أنه كان صابرا محتسبا ومن البشارات أيها الأحباب أن الله عز وجل إذا أراد الخير لعبد من عباده ابتلاه قبل موته فإذا صبر واحتسب هذا الابتلاء لله تبارك وتعالى سيكون مثواه الجنة ومن البشارات التي أعلمكم بها أنه كان آخر كلامه من الدنيا قبل أن يفارقها لا إله إلا الله محمد رسول الله والصادق المصدوق يقول صلوات ربي وسلامه عليه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله زيد محمد رسول الله دخل الجنة دخل الجنة فكانت خاتمته حسنة نفرح ونسعد أيها الأحباب بموت هذا الأخ الكريم الذي ذهب إلى الله عز وجل فلا يسعنا في هذا الجمع المبارك أن نتذاكر لما فيه الخير علينا أن نعود إلى الله وأن نتوب إلى الله لا تظن أخي أن الموت يأتي للمريض ويدعو الصحيح أذخنا كالمريض جاء الموت فقد يأتيك الموت وأنت صحيح كم من صحيح مات من غير علتي وكم من سقيم عاش حينا من الدهري كي إنسان مريض نسقط عيسه عاش سنوات وكم من صحيح إنسان صحيح سأتقلوا ما تحمه الله فذلك الموت لا يشاور ولا يخير بين الصحيح والمرض أو بين الصغير والكبير أو بين الذكر والأنثى إذا جاء أجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون فلذلك أيها الأحباب لما ندخل هذا المكان ندخل للذكرى وندخل حتى نرجع إلى الله وحتى نتوب إلى الله وحتى نفتح صفحة جديدة مع الله كثير منا يحضر معنا الجنازة ولا يصلي كثير منا يحضر معنا الجنازة ومقصر في حق والديه كثير منا يحضر الجنازة ويسيء الأدب مع جاره وصاحبه كثير منا يحضر معنا الجنازة ومتقاطع تنايف مع أخوه كيفاش تحضر الجنازة وانت ما زالك تنايف مع أخوه ما أثرش فيك الموت ماشش تراب كيف يرمى على الميت ثم تذهبوا الناس ويسركونه في ظلمة القبر معواكش هذا الأمر فلذلك أيها الأحباب ندخل هذا المكان حتى نتذكر الله عز وجل وحتى نبكي على تقصيرنا ونبكي على ذنوبنا التي نقترفها في حق الله عز وجل روي أن عيسى بن مريم عاريه السلام كان يمشي في البرار فمر على قبر فرأى ملائكة العذاب فاستعاد بالله ثم مضى ثم عاد في طريقه فمر فرأى ملائكة الرحمة فاستغرب تعجب عيسى بن مريم فقال يا ربي إني مررت على القبر فرأيت ملائكة العذاب ملائكة العذاب ثم مررت مرة أخرى على القبر فرأيت ملائكة الرحمة حجر فقال رب العزة جل جلاله يا عيسى إن ذلك العبد مات وكان محبوسا في قبره في عذابه كانت الملائكة كانت على العذاب معه محبوس في قبره ثم خلف وراءه مرأة حبلاء خلم وراه حتى المرأة بالكرش ولدت له ولدا قال فكبر ذلك الولد ثم تعلم ذكر اسمي على لسانه وأصبح يذكر يعني اسمي على لسانه فقال الله عز وجل يا عيسى إن استحييت أن أعذب عبدي في التراب وولده يذكر اسمي فوق الأرض إن استحييت أن أعذب عبدي في التراب وولده يذكر اسمي في الأرض فرحم الله عز وجل ذلك العبد فلذلك لعل الأخ عبد الكريم خلف وراءه يعني أبناء وذرية نسأل الله عز وجل يعني لهذا الأخ الكريم نقول له اللهم صل له ورحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الخطايا والذنوب كما ينقل الثوب الأبيض من الدنس اللهم إن كان محسنا فإسفي إحسانه وإن كان مسئا فتجاوز عن سيئاته بيننا وبينهم الجنائز هذه الجنازة والله شاهدة على صلاح هذا الأخ بيننا وبينهم الجناز كان الصالحون يقولونها بيننا وبين الناس الجنائز وهذه الجنازة لشاهدة في الدنيا على صلاح هذا الأخ ولا نزكي على الله أحدا بس الله تبارك وتعالى أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر نيران اللهم وسع له في قبره مد بصره اللهم ثبت منطقه عند سؤال الملكين اللهم ثبت منطقه عند سؤال الملكين اللهم ثبت منطقه عند سؤال الملكين اللهم تغمده برحمتك الواسعة اللهم إنه فقير إلى رحمته اللهم أنزل عليه شآبي برحمتك اللهم أنزل عليه شآب برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إن نشهد له في الدنيا أنه كان صابرا محتسبا لهذا البلاء اللهم اجعل هذا البلاء الذي أصبته به اجعله كفارة له من ذنوبه واجعل رفعة له في حسناته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ارزق ذويه وأهله الصبر الجميل اللهم ارزقهم الصبر الجميل اللهم ارزقهم الصبر الجميل اللهم أبني المحبتك ومحبة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل ذري صالحة مصلحة اجعلهم ذرية صالحة مصلحة تدعو لوالدها بالخير والمغفرة والرحمات برحمتك يا رحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتن بعده واغفر لنا وله والحقنا به مسلمين مؤمنين غير مبدلين ولا مغيرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين هؤلاء الموتى جميعا نسأل الله تبارك وتعالى أن يجد عليهم الرحمات في كل اللحظات ويدخلهم فسيح الجنات اللهم وسع لهم في قبورهم ودى بصرهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم ارفعهم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين صلى الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعنا مباركة مرحومة ويجعل تفرقنا منه ثالي من الشر معصومة اللهم لا تدعلا فينا ولا معنا شقية ولا محرومة اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وكبيرنا وصغيرنا ومن كان له فضل علينا اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم موتانا وارحم برحمتك جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم ولموات عامة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اسقنا الغيثة ولا اجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيثة ولا اجعلنا من القانطين اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم احي بلدك الميت وانشر رحمتك واغفر لعبادك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لا تحاسبنا بذنوبنا وتقسيرنا اللهم إنا نرجو ونسألك رحمتك وعطفك وغفرانك فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين لرحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله وحمد الرسول الله بالله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نسعين صراف المستقيم صراف الذين على أمسا عليهم غير المغبوب عليهم والظالين